اشتركوا في القناة في الساجدين إنه الانتقال النوري ما بين الأصلاب المطهرة الشامخة السامقة وما بين الأرحام المطهرة المنورة هذا هو تقلب محمد صلى الله عليه وآله في الساجدين وتقلبك في الساجدين ومن سورة الشعراء وحيث أشارت إلى برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله قبل الولادة وما بعد الولادة أيضا أذهب بكم إلى سورة أخرى تحدثت عن جانب من جوانب برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله إنها سورة الضحى وَالضُّحَى بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ الآية الأولى الرابعة بعد البسملة من سورة الضحى وَلَلْآخِرَةُ وَلَلْآخِرَةُ إنها الرجعة الرجعة العظيمة هذه البعثة الحقيقية لمحمد صلى الله عليه وآله لست أنا الذي أقول هم يقولون رواياتهم أحاديثهم تفسيرهم تأويلهم هكذا بايعنا في الغدير على أن نأخذ التفسير منهم صلوات الله عليهم لا من سقيفة بني ساعدة ولا من سقيفة بني طوسي ولا الآخرة إنها الرجعة العظيمة خير لك من الأولى خير لك من الأولى من مرحلة التنزيل ومن مرحلة الغيبتين في زمان في زمان التأويل والضحى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأَوْلَى هَذِهِ أَيَّامُ اللَّهِ الثَّلَاثَةَ وَلَا الْآخِرَةُ الْرَجَعَةُ أَلَّتِي مُقَدِّمَتُهَا قِيَامُ الْقَائِمُ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى في الجنان إنها القيامة القيامة التي هي مقدمة الجنان أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى ألم يجدك يتيما فآوى الآية واضحة ما قالت ألم يجدك يتيما فآواك عند جدك عبد المطلب أو فآواك عند عمك أبي طالب أو فآواك عند أمك فاطمة بنت أسد هو الذي كان يسميها أمي محمد هو الذي كان يسمي فاطمة بنت أسد يسميها بأمه ألم يجدك يتيما فآوا هذا الإيواء كان عند الله فهؤلاء هم أبواب الله عبد المطلب باب من أبواب الله أبو طالب باب من أبواب الله فاطمة بنت أسد باب من أبواب الله ألم يجدك يتيما فآوا الآية لها دلالات كثيرة سأقرأ عليكم ما جاء في الروايات والأحاديث هذه دلالة من الدلالات وإلا هناك دلالة أخرى ألم يجدك يتيما وجودا منفردا فمحمد وجود منفرد ولذا توفي أبوه توفيت أمه حتى لا يكون لأبيه من فضل على محمد وهو يتحرك على الأرض ولا يكون لأمه هذا لا يعني أن محمد صلى الله عليه وآله ينكر فضل أبيه وفضل أمه ولكن ليس هناك من كائن فوق محمد ليس هناك من كائن يأمر محمد فقدانه لأبويه لوالده ووالدته هو جزء من برنامج الرعاية المحمدية أولاد لم تبقى إلا الزهراء لأن الزهراء أمه أم أبيها ولأن الذرية المحمدية من الزهراء فليس له لا من ولد ولا من بنت بنته الوحيدة فاطمة هي أم الوجود أم أبيها عبد المطلب أبو طالب الجميع الجميع ذهبوا محمد كيان لا يماثله كيان كيان يتيم الكيان اليتيم الكيان المنفرد الكيان المنقطع ولذا يقال للدرة التي لا تماثلها درة في لغة العرب الدرة اليتيمة لا توجد نسخة ثانية منها هل هناك من نسخة لمحمد بما هو محمد علي نسخة لمحمد ولكن علي هو محمد من جهة وهو علي من جهة أخرى مثلما محمد هو علي من جهة وهو محمد من جهة أخرى محمد المحمد حقيقة يتيمة منقطعة منفردة لا مثيل لها ولا نسخة أخرى منها هذا محمد المحمود الأحمد ألم يجدك يتيما فآوى فآوى آوى إليك الأنبياء آوى إليك الخلق آوى إليك قومك الذين حاربوك وأرادوا قتلك ووجدك ضالا فهدى ضالا في نظر قومك كنت منفردا منقطعا عنهم لا يماثلك مماثل فهدى الناس إليك ووجدك عائلا فأغنى أغناك من جهة بمال خديجة خديجة الطاهرة المطهرة هذه القديسة الصديقة في كتب النواصف يقولون من أنها كانت قد تزوجت قبل رسول الله كذب هذا كذب هذا خديجة الكبرى أم فاطمة هذه القديسة الطاهرة المطهرة تزوجها رسول الله وكان عمرها بعمره كانت في الخامسة والعشرين إنها شريفة الأشراف وسيدة السيدات في مكة إنها الشريفة الغنية الكريمة الجميلة الجليلة إنها أم فاطمة وزوجة محمد صلى الله عليه وآله الطاهرة المطهرة خديجة جزء مهم من برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه المرأة أعدت وهيئت أبوها مات ليس لها من ولي يتولى أمرها هي ولية أمرها حكاية خديجة طويلة مفصلة البرنامج ليس مخصوصا للحديث عن أم فاطمة لكن الآيات أشارت إليها ووجدك عائلا فأغنى إنما أغناك بأهل بيتك بعلي وفاطمة وولد فاطمة من الحسن المجتبى إلى القائم العظيم ووجدك عائلا فأغناك بهذا يا رسول الله سأقرأ عليكم سأعود إلى هذه السورة في وقت آخر كي أسلط الضوء على تفاصيلها لكنني جئت بها مثالا من الكتاب الكريم حيث يحدثنا عن برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى نعرف أن رواية الكافي من أن أبا طالب أرضع رسول الله رضاعاً خاصاً هذا ما هو كرضاع النساء هذا رضاع الفيض مثلما أرضع محمد صلى الله عليه وآله حسيناً أرضعه رضاع الفيض هذه الصلة والعلاقة الخاصة فيما بين أبي طالب ومحمد صلى الله على محمد وآله وصلى الله على أبي طالب وعلى عبد المطالب وعلى أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأ عليكم من تفسير القموي إنها أحاديث أئمتنا جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة سبعمية وثمانية وخمسي عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه وللآخرة خير لك من الأولى يعني الكرة هي الآخرة للنبي هنا في هذه الآية قلت الذي يقول قلت هو أبو بصير لأنه هو الذي كان يسأل الإمام الصادق قلت قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى قال يعطيك من الجنة فترضى أما وللآخرة خير لك من الأولى إنها الكرة إنها الرجعة وتستمر الروايات والأحاديث عنهم ألم يجدك يتيما فآوى فآوى إليك الناس أرجع الناس إليك ووجدك ضالا فهدى أي هدى إليك قوما لا يعرفونك حتى عرفوك ووجدك عائلا فأغنى أي وجدك تعول أقواما أنت الذي تعولهم ترعاهم فأغناهم بعلمك لحظ معارض الكلام كيف تكون ألم يجدك يتيما فآوى فآوى إليك الناس ووجدك ضالا فهدى أي هدى إليك قوما لا يعرفونك حتى عرفوك ووجدك عائلا فأغنى أي وجدك تعول أقواما أنت تعولهم فأغناهم بعلمك ويستمر علي ابن ويستمر علي ابن إبراهيم القمي يذكر مضامين أخرى من حديثهم صلوات الله عليهم ألم يجدك يتيما فآوى اليتيم الذي لا مثل له ولذلك سميت الدرة اليتيمة لأنه لا مثل لها ووجدك عائلا فأغنى فأغناك بالوحي فلا تسأل عن شيء أحد لست محتاجا لأحد أنت الغني المغني يا رسول الله ووجدك ضالا فهدى وجدك في قوم لا يعرفون فضل نبوتك فهداهم الله بك هذا ما جاء عنهم صلوات الله عليهم وذكره لنا علي ابن ابراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان وهذا هو الجزء الأول من الباب الخامس عشر الحديث الأول حديث طويل في شؤون الأنبياء وكيف ذكرهم القرآن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه بشأن آيات سورة الضحى وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله ألم يجدك يتيما فآوى يقول ألم يجدك وحيدا فآوى إليك الناس ووجدك ضالا يعني عند قومك فهدى أي هداهم إلى معرفتك ووجدك عائلا فأغنى يقول أغناك بأن جعل دعاءك مستجابا الذي يستجاب دعاؤه هل يكون فقيرا بإمكانه أن يكون أغنى الأغنية ووجدك عائلا فأغنى يقول أغناك بأن جعل دعاءك مستجابا هذه جهات آفاق السورة أعمق من ذلك بكثير هذه وجوه مثل ما قرأت عليكم عن إمامنا الصادق من أن الكلمة من كلماتهم تنصرف إلى سبعين وجه ولهم من جميعها المخرج هذه هي الوجوه الكثيرة التي تنصرف كلماتهم إليها القرآن كلماتهم والروايات كلماتهم ومنطق القرآن هو منطق حديثهم ومنطق حديثهم هو منطق قرآنهم في معاني الأخبار الشيخ الصدوق الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة الشيخ الصدوق يحدثنا عن ابن عباس وابن عباس يقول سألته حينما يقول سألته يعني سأل أمير المؤمنين عن ابن عباس في الصفحة السادسة والأربعين بعد المئة إنه الحديث الرابع بسند الصدوق عن ابن عباس قال قال سألته سأل الأمير عن قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى قال إنما سمي يتيما لأنه لم يكن له نظير على وجه الأرض من الأولين ولا من الآخرين فقال الله عز وجل ممتنا عليه بنعمته ألم يجدك يتيما أي وحيدا لا نظير لك فآوى إليك الناس وعرفهم فضلك حتى عرفوك ووجدك ضالا يقول منسوبا عند قومك إلى الضلالة فهداهم لمعرفتك ووجدك عائلا يقول فقيرا عند قومك يقولون لا مال لك فأغناك الله بمال خديجة ثم زادك من فضله فجعل دعاك مستجابا حتى لو دعوت على حجر أن يجعله الله لك ذهب لنقل عينه إلى مرادك وأتاك بالطعام حيث لا طعام وأتاك بالماء حيث لا ماء الله سبحانه وتعالى وأتاك بالطعام حيث لا طعام وأتاك بالماء حيث لا ماء الإشارة إلى المعجزات الكثيرة بهذا الخصوص وهذا الشأن التي ذكرت في أحاديثنا في أحاديث سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وآتاك بالطعام حيث لا طعام وأتاك بالماء حيث لا ماء وأغاثك بالملائكة حيث لا مغيث فأظفرك بهم أظفرك بالملائكة على أعدائك وكل هذه المعاني تقريبية في أفق من الآفاق السورة سورة الضحى هي أعمق بكثير من كل هذا الذي قرأته عليكم من الروايات لكن الذي قرأته من الروايات والأحاديث الشريفة من أحاديثهم يمثل وجوها من وجوه معاني هذه الآيات في السورة الشريفة بالإجمال ما بين الآيات وما بين الروايات فإن سورة الضحى تحدثنا عن برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله ما قبل الولادة وما بعد الولادة بنحو مباشر قريب أو بنحو غير مباشر وبعيد قطعا السورة تحدثت عن بعض الجهات وسورة أشارت إلى أيام الله إلى أيام محمد وآل محمد إلى يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى وَلَا وَلَا آخِرَةُ ما جاء ما جاء في السورة الشريفة صرى واضحا عندنا القرآن مليء بهذه المضامين هذه أمثلة هذه أمثلة ما جئتكم به من سورة الشعراء وتقلبك في الساجدين إلى ما أشرت إليه من آيات سورة الضحى أمثلة تشير إلى برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وتأتي رواية الكافي التي تحدثت عن إرضاع أبي طالب إنه إرضاع الفيض وما هو بإرضاع كإرضاع النساء إلى ذكر الطاهرة النظيفة أم رسول الله بالرضاعة حليمة السعدية كل هذا يمثل جانبا من جوانب برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن ذكر لنا مثالا فيما يرتبط بصناعة موسى وصناعة مريم أن أنبتها نباتا حسنا برنامج الرعاية الخاصة للرجال وللنساء من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى القرآن تحدث عن وتحدث عن برنامج الرعاية لرسول الله في الكثير من مواطن الآيات والسور وفي الأدعية وفي الزيارات وفي الروايات حدثونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت في ذاك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقط طال فقال يا مهزم كذب الوقات وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقت رواية الكافي التي نحن بصددها تتحدث عن علاقة خاصة بين أبي طالب والنبي الأعظم سأعرض لكم سأعرض لكم نماذج من الأحاديث الشريفة التي تجري في هذا المجرى والتي تنبئ عن المنزلة العظيمة لأبي طالب صلوات الله عليه مرت علينا الرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول من أن نور محمد ونور علي هذان النوران يجريان حتى وصل إلى أطهر طاهرين عبد الله وأبي طالب عبد الله وأبو طالب صنوان عبد الله وأبو طالب في مرتبة واحدة في منزلة واحدة وهما 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 شقيقان من أم واحدة من أم صديقة إنها فاطمة المخزومية هذه الطاهرة المطهرة والدة عبد الله والد رسول الله ووالدة أبي طالب والد أمير المؤمنين هذان من أبناء عبد المطلب لهما من الخصوصية ما ليس لغيرهما أتحدث عن عبد الله الطاهر المطهر والد رسول الله وعن أبي طالب الطاهر المطهر والد أمير المؤمنين أبو طالب كان آخر أوصياء إبراهيم أوصياء إبراهيم كلهم أنبياء لكن أبا طالب هو أطهر الأطهار مثلما عبد الله في أطهر طاهرين فعبد الله والد النبي وأبو طالب والد علي هما أطهر طاهرين هما صنوان عبد الله صنو لأبي طالب وأبو طالب صنو لعبد الله الطاهر المطهر الجزء الأول من تأويل الآيات الظاهرة وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 396 إنه الحديث السادس والعشرون بسنده عن المفضل بن عمار عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات تترى وسلام يتواصل على تراب أقدام أمير المؤمنين أمير المؤمنين هو الذي يقول إمامنا أمير المؤمنين أمير المؤمنين إمامنا الصادق يحدثنا عن جده أمير المؤمنين كان كان ذات يوم جالسا في الرحبة إنها الرحبة التي كانت تسمى برحبة علي ساحة ساحة واسعة في وسط الكوفة تمتد مما بعد المسجد في أيام الأمير كانت تسمى برحبة علي لأنه كان يتواجد فيها كثيرا كي يلتقي بالناس كان ذات يوم جالسا في الرحبة والناس حوله مجتمعون فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنك بالمكان الذي أنزلك الله به وأبوك يعذب بالنار هذا منطق أعداء علي هذا منطق الأنجاس من أبناء الزواني لا شأن لنا به هذا منطق أبناء الزواني فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنك بالمكان الذي أنزلك الله به وأبوك يعذب بالنار فقال له قال الأمير ما ما هذا الذي تقوله أكفف عن هذا الكلام الكلام ما فض الله فاك والذي بعث محمدا بالحق نبيا أذا قسم أمير المؤمنين والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع أبي لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم أبي يعذب بالنار وابنه قسيم الجنة والنار أمير المؤمنين هكذا يقول والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض في كل مذنب يعني لو أراد أبو طالب أن يوسع قانون الشفاعة فقانون الشفاعة بحسب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الكبائر لكن أبو طالب إذا أراد أن يوسع هذا القانون وأراد أن يشفع للجميع من أهل الكبائر ومن غيرهم لشفعه الله فيهم والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم أبي يعذب بالنار وابنه قسيم الجنة والنار ثم قال والذي بعث محمدا بالحق نبيا إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلق لشدته إلا إلا خمسة أنوار نور محمد ونور ونور فاطمة ونور الحسني ونور الحسين ومن ولده من الأئمة إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر هؤلاء هم الحجج الأعظم هذه الرواية رواية عجيبة أمير المؤمنين يقول والذي بعث محمدا بالحق نبيا إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلق مر علينا الكلام من أنه وعبد الله والد النبي أطهر طاهرين أفضل من عبد المطلب وأفضل من سلسلة الآباء والأجداد إلى إبراهيم بحسب هذه النصوص فهو أفضل من إبراهيم وأفضل من الذين سبقوا الروايات عندنا الشاهدان للأنبياء مان حمزة وجعفر ومنزلة حمزة ومنزلة جعفر دون منزلة أبي طالب هذا أبو طالب هذا أطهر الطاهرين أمير المؤمنين هو الذي يقول والذي بعث محمدا بالحق نبيا إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلق بكل أنبيائهم وبكل المرسلين إلا خمسة أنوار نور محمد ونوري الأمير هو الذي يتحدد ونور فاطمة ونور الحسني ونور الحسين ومن ولده من الأئمة إنهم العترة الحسينية من السجاد إلى القائم ثم يقول أمير المؤمنين لأن نوره لأن نور أبي طالب من نورنا من نور الأئمة الأربعة عشر هذه هي الخصوصية في أبي طالب ومن هنا من هنا كانت العلاقة الخاصة فيما بين أبي طالب ومحمد صلى الله عليه وآله إنها النورية المتفرعة من نورية محمد أبو طالب حين أرضع محمدا إن محمدا أرضع نفسه بنفسه هذا هو إرضاع الفيض فنور أبي طالب من نور محمد ونور محمد هو النور الأعلى لأن نوره من نورنا الذي خلقه الله عز وجل من قبل خلق آدم بألف عام الكلام في جو المدارات والتقريب الكلام بحسب المتلقي هذه المضامين أعمق مما يظهر من ألفاظها وأعمق بكثير مما أستطيع بيانه وأعمق بكثير مما يصل إليه فهمي وأعمق بكثير مما تتصورونه من خلال فهمكم لحديثي أنا وأنتم على شواطئ الفهم عميق الفهم ليس كذلك القضية أعمق وأعمق وأعمق سلام سلام على أبي طالب صلوات على أبي طالب نذهب إلى فاصل موسيقى 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 موسيقى